اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 بص عادة ولو انت مشاركني الحلقات اللي فاتت كلها انا في اسوأ حلات الغضب والزعل والديء بحاول اختار كلماتي ادور على الكلمات الايجابية ادور على الكلمات التحفيزية ولكن بصراحة مش هخبي عليك ومش هجامل ومش هجمل النهاردة كلنا كل الشعب المصري اتدايق وتنكد وزعل قوي ما فيهاش اصلي قصة انا بلعب موزنبيك النهاردة ومفيش حاجة اسمها اصلا ان احنا نتعادل معاهم مفيش حاجة اسمها اصلا ان احنا نكسب 1-0 او 2-0 شوف انا وصل لحد فنت مفيش حاجة ودي اكتر اكتر حاجة دايقتني وخلتني وانا داخل الهوى النهاردة متدايق وغضبان مدرم موزنبيك بعد المباراة بيقول انا محبط جدا ان احنا مكسبناش المباراة شوفتوا وصلتونا لايه وعلشان الناس الايجابيين اللي زي حالاتي اللي بيعافوا يمسكوا نفسهم انا النهاردة مش قادر بصراحة انا امين معاكم يعني يقولك ما انت كده بتكسر في عزيمة اللاعبين ولسه فيه مباراة تانية صح بس برضو مش هندلع ما هو لازم يعرفوا لو هيسمعوني ويسمعوا غيري لازم يعرفوا ان الشعب المصر النهاردة زعلان متنكد بسببهم علشان ينزلوا المباراة اللي جاية قدام غانا يكلوا النجيلة انت عارف النهاردة انا اللي دايقني قوي ايه الكرة كده كده فيها كل حاجة فيها كل حاجة الصحيح مش قدام موزنبيق بس برضو فيها كل حاجة فين الروح فين الحماس ده بعد ما الهدفين دخلوا فينا لا لعيب بيجري يجيب الكرة بسرعة ولا شايف لعيبة بتتنرفز وبتسرخ في الملعب ولا شايف حد بيعترض على حكم على تضيع وقت ولا شايف حد متدايق ولا شايف حد متنرفز وكأن الأمور عادية ما ايه المشكلة نخسر اول مباراة ما احنا البطولة اللي فاتت خسرنا قدام المنتخب النجيلي ووصلنا للنهاية يا سلام اسم المنتخب النجيلي تعدي وان كنا كنا وقتها مدقيين جدا عشان الاداء كانت سايق اوي في المباراة بتاعت المنتخب النجيلي لكن النهاردة جمنا جول رائع رائع لمصطفى محمد اللي هستسنيه فقط واحده من الأداء الهزيل النهاردة من كل اللاعبين واحده جاب جول رائع وعمل ضربة الجزاء اللي تعدلنا بيها جول في أول دقتين دي فتحت بقى ده احنا النهاردة هنعمل سكور وتقعد بقى جنب صحابك تلاقي واحد يقول لك غالبا هنكسب واربعة التاني يقول لك لأ هنكسب خمسة يقول لك يا عمد باركش يا اوي هم تلاتة بعد الجول بصراحة بعد عشرين ديئة فقط لعمناهم كويس فجأة قلنا احنا دخلنا منتخب موزنبيك معنا في اللعب ده الكلام ده قلنا باقي بين الشوتين قلنا العكيب بين الشوتين فيتوريا هيمسك اللاعبين واللعبين هيكلموا بعض ولأ ماينفعش كده ولأ مايصحش كده وهننزل بداية الشوت التاني نطلع نار من بقنا نزلنا الشوت التاني كارثي كارثي تاك 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 ايه ده فيه ايه جولين وفرصة ضايعة ازاي يعني ازاي انت كلاعب لمنتخب مصر لاعب كبير وعظيم ورائع تقبل ان ده يحصل فيك النهاردة ماهو لما بنقول يا جماعة ان احنا عندنا منتخب حلو منتخب فيه عناصر جيدة بنقول كده عشان هما فعلا عناصر جيدة ولما احنا متضايقين النهاردة ومحروقين محروقين علشان انه منتخب حلو منتخب متكامل ليه بتعمله كده وبعدين تعط تسأل نفسك السؤال التاريخي سؤال تاريخي مالوش علاقة بالجيل ده ولا المدرب ده ولا الاتحاد ده سؤال تاريخي في منتخبات مصر وأندية مصر كلها احنا ناس تعشق تعشق المعاناة ليه يا عم انت هتكسم موزنبيك ترتاح في المجموعة تخش تتعدل لك مطش كمان أسوأ الظروف يعني أسوأ الظروف في موبرتين تاخد نقطة تسعى ده حسن توالد والحكاية خلصت وسهلة وما فيش تفكير في حاجة ليه بقى نبدأ النهاردة نقول يا رب كان فيردي يتعدل هو وغانا يا رب ان شاء الله طب لو قسمنا غانا خدنا ثلاث نقط هنبقى محتاجين مش عارف ايه من كفر دي طب لو اتغلمنا من غانا هنبقى محتاجين نكسب كفر ليه ليه قدام موزنبيك ندخل نفسنا في المعاناة دي ليه وحضرتك اللي بتعاني انت لعب منتخم مصر والمدارب بتاع منتخم مصر اللي هتعاني بيسعب عليها اللعيبة بقى ويا ايه خلاص الامل بيروح يلا هنأكل النجيلة يلا وعملوها المصريين احنا في الاوقات الصعبة بنزهر طب وليه تحط نفسنا في اوقات صعبة اصلا حاجات تجنن حاجات تجنن يقولك ايه اصلاحنا المعدن المصري بقى معدن اللعب المصري يزهر في التوقيتات الصعبة اه ليه ليه معدن يا حلو تحط نفسك في صعوبات اصلا حاجة تجنن رايحين البطولة عندنا امال وطموحات وسعادة ومنتخب وصلاح واحجازي وعبد المنعم والنني وزيزو ومرموش وتريزيجي ومصطفى محمد هبه خد الصدمة دي لو سمحتوا لو هتسمعوا الكلام ده لو سمحتوا انتوا زعلتونا النهاردة لو سمحتوا عوضوا اظهروا بمظهركم الحقيقي فيه امثلة كتير طبعا طبعا عن منتخبات وفرق بدأت بدايات صعبة جدا في البطولات المجمعة وفي الاخر خيالة البطول احنا نفسينا خسرنا من المنتخب النجيري وان كان المقارنة مش موجودة من المنتخب النجيري ومنتخب موزنبيك بس خسرنا ووصلنا فينال بتحصل ارجنتين خسرت من السعادية في اول مباراة وكسبة كاس العالم بتحصل وفي مليون مسأل عندها احنا نفسينا في كاس النوم الأفريقية 86 على ملعبنا اتغلبنا من السنغال وخلنا البطولة بتحصل كل حاجة بتحصل بس تشوف حتى الأمثلة يعني مش موزنبيك يا جدع منتخب حد النهاردة يقول لي ايه يقول لي كريم بس لا برضو هما ظهروا بشكل كويس احنا اللي خلناهم يظهروا بشكل كويس احنا اللي كنا سيئين هو منتخب ضعيف جدا لا ده صلاح ولا ده حجازي ولا ده عبد المنعم ولا ده زيزو ولا ده ترزيجيه ولا ده النيني كل اللي عيبة النهاردة غريبة جدا جدا في ايه وما حدش يقول لي بالمناسبة يعني هقول لك شوية حاجات بقى اللي ابتدت كان فيه ضعف بدني واضح ليه بقى فيه ضعف بدني واضح اصلا حرارة تتجور وطوبة خلصت خلاص بقى الحكايات دي خلصناها من التسعينات بقى شينفع نقولها دلوقتي ما انت المنتخب اللي قدامك كمان بنا آدم هو كمان بيتحروا بيعرق وليقتوا بنا آدم بتوع هو بنا آدم زيك فاللي هو ايه وبعليش يعني ده اللي قدامك ده لو تعب ولا عنده الخبرات في التعامل مع الظروف دي ولا عنده الاحتجاكات اللي انت بتخشها كلعب بتلعب في أوروبا أو حتى لعب بتلعب في الدولة المصر اللي اكيد اقوى من اي دولة هما بيلعبوا فيه ولا اي حاجة فمفيش مبرر للنهاردة اللي حصل خالص غير ان احنا تساهلنا تصورنا لم نتواضع يعني بيتوريا مبارح في المؤتمر الصحفي قال لك ايه احنا هلقى عن موزنبيك بتواضع هو ده التواضع هو ده التواضع ترجمة نانسي قنقر